المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميدة يحي رسول أكد من جهته أن همية العملية العسكرية تكمن في أن منطقة التعكاشات تعد نقطة التقاء بين الأراضي العراقية والسورية وأن السيطرة عليها تعز العصابة الدعشة الإرهابية عن المناطق المحررة عملية السيطرة على عكاشات مهمة جداً كونها تعتبر نقطة تواصل ما بين الأراضي السورية والأراضي العراقية وأيضاً نستطيع أن نقول هي منطقة اجتماع من خلالها يمر الإرهابيين باتجاه المناطق الأخرى للقيام بأعمال المرهابية وكذلك السيطرة على عكاشات ستضيق الخناق على عناصر التنظيم الإرهابي فيما تبقى من المناطق عانة وراوة واتجاه القائم وأيضاً نحن لدينا إن شاء الله عمليات عسكرية باتجاه تحرير هذه المناطق مناطق الفرات عانة وراوة والقائمة أيضاً هذه العملية هي للغرض منها يسيطر على عكاشات وأيضاً تأمين الجهة الشمالية لهذه المنطقة ووصولها إلى الحدود السورية العراقية ومسكها بقوة وتضيق الخناق وعزل ما تبقى من عناصر التنظيم الإرهابي في مناطق عانة وراوة والقائم وأيضاً ستكون هناك عمليات باتجاه إن شاء الله تحرير ما تبقى من هذه المناطق مثل ما أشرت ضمن الخطة التي وضعت فيه قيادة العمليات المشتركة لتحرير ما تبقى من أراضي العراقية المقتصبة خاصة في مناطق غرب الأنبار ومناطق عالي الفرات والهدف المهم هو عملية مسك الحدود بقوة ومنع تسلل الإرهابيين مرة ثانية من أراضي سوريا باتجاه الأراضي العراقية ترجمة نانسي قنقر